جزء تاني عايز اتكلم عليه ممكن النهاردة الجزائر تأهلت الى مرحلة الدور نصف النهائي بعد تخطي فريق كوديفوار برقلات الجزائر الترجحية بنتيجة اربعة تلاتة بعد تعادل الايجابي في الوقت الاصلي والاضافي بهدف لكل فريق فريق الجزائر النهاردة يمكن تعرض للظروف صعبة شوية يمكن البعض يقول لك الجزائر النهاردة المفروض كانت متوقع انها تنهي المباراة بشكل في التسعين دقيقة لكن يا جماعة الجزائر بتلاعب برضو منافس قوي فريق كوديفوار فريق جاي مرحلة بمرحلة طلع خطوة خطوة جهاز فني محلي في تغيير في صفوف الفريق فبالتالي فريق الليفواري كان منافس قوي جدا لفريق جزائر اللي اثر شوية على الفريق جزائري اصابت يوسف عطال الظاهيري الايمن في بداية المباراة ده اربع حسابات جمالة بالماضي تيلة اللقاء لكن الدرس المستفاد من مباراة الجزائر وكوديفوار الحالة اللي ظهرت عليها لعبي الجزائر في الاكستراطايم وفي رقالات الجزائر الترجحية ده اندل على شيء برضو بيدل ان لعابة المنتخب الجزائري لعابة رجالة عرفة المسئولية الملقاة على عاطقها وحسب ايمي التشيرت منتخب بلدها وعرفة ان هي بتلعب وبتمثل منتخب بلدها لمنتخب الجزائري فعندهم تحدي ان هم يبسطوا كل الجمهور الجزائري اللي جيه في رحلات من الجزائر الى القاهرة منذ صباح اليوم حتى الساعات الاولى او حتى قبل انطلاق المباراة اكتر من حوالي 10-12 رحلة طيران من الجزائر الى القاهرة انتقل حوالي 500 مشجع جزائري للحضور الى السويس لحضور المباراة فبالتالي كان في رغبة لدى اللعبي الجزائريين والمنتخب الجزائري وجمال بالماضي الى اسعاد الشعب الجزائري والجمهور الجزائري فبالتالي اللي احنا شفناه في الملعب ما بين حزن ودموع وقسة طيرة الاكستراطين والوقات الاضافة ورقلات الجزائر ده بيدل ان المنتخب الجزائري فيه روح كبيرة جدا وان اللعاب على قد المسئولية وعايزين يسعدوا الشعب الجزائري للفوز بالبطولة الافريقية وده جزء اهم كتير جدا من الجزء الفني او الجزء البدني الامور دي بتبين لك معدن اللاعب اللي حاسس بقيمة منتخب بلده عشان يقدر يفوز بالبطولة ويسعد كل الشعب اللي هو بيمثله او بلده اللي هو بيمثلها في بطولة كبيرة زي بطولة الامم الافريقية دروس مستفادة من هذه البطولة كبيرة جدا ترجمة نانسي قنقر